عارف إن الصح سعد بيبقى تقيل علينا وإن الغلط أوقت بيحلو في عينينا تمن مهم على الزوجة ومسئولية عليها تدفعوا علشان هي اللي تعيش سعيدة وتحصل على أحسن نسخة من شخصية جزها التمن ده هو تحقيق التوازن ما بين شخصية الأم وشخصية الصديقة لجزها الوصية دي طلع من Psychology Today في بحث كانوا بيتكلموا فيه عن معاناة كثير من الأزواج إنه بعد فترة بيحس إنه دخل جنب الولاد في طريقة توجيه مراته لي وطريقة استماعها لي ويعتبها لي لما يغلط كانوا بقى ابن من أبنائها فبيقولوا إن مهم جدا إن الست تبقى فاكرة دايما إن جزها في حتة ولادها في حتة تاني وتوازن ما بين الأمومة والصداقة مع جزها وبالمناسبة إحنا أمبارح وأنا برشح بقترح يعني لو فيه اتنين من جاوزين يسمعوا الحلقتين حلقة أمبارح سعادة الزوج وحلقة النهاردة سعادة الزوج وصينا أمبارح الزوج إنه يبقى مسؤول عن الحفاظ على الصداقة الصحوبية بينه وبين مراته يوجد الوقت يشركها في الحاجات المهمة يسمعها يغير جدوى اليومه علشان يخرجوا مع بعض ويبقى فيه بينهم وبين بعض علاقة الصحوبية دي دي مسؤولية الراجل الأنشطة اللي تحافظ على الصحوبية مسؤولية الست الحال المود اللي يحافظ على الصحوبية وكانت وصية شهيرة عند العرب زمان لما يجوزوا بناتهم يقولوا للبنت إياكي وكثرة العتاب فإن كثرة العتاب مطردة للود لو الست بتعاتب جزها كتير بطريقة فيها أمومة وكأنه بقى ولد من ولادها ودي شكوت رجالة كتير بيحصل شيء كده إنه هو مبقاش عايز يحكي ومش عايز يتكلم هو مش عايز ده هو عايز الفيميل أنرجي صحبته اللي بتسمعه ولو عايز توجيهه توجيهه بشيء من المحبة والمودة والأنوثة مش الأمومة ستنا أسماء بنت يزيد الأنصارية راحت لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقولوا إن الرجال فضلوا علينا بحضور الجماعات صلاة الجماعة واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله فما لنا عند الله فالنبي قال لها حاجة بس اسمعيها بقلبك قال أخبري من ورائك يا أسماء أن حسن تبعو الأزوجة لزوجها واتباعها لمرضاته وموافقته يعدل كل ذلك واحدة واحدة عارف إن فيه ستات كتير مش بتحب تسمع كلام بتاع حسن التبعو بيحسوا كده إن فيه شيء من الخضوع والمذلة أبدا أبدا حسن التبعو يعني التركيز في إعطاء الطاقة الأنثوية والحب واللطف والرقة اللي ساعد دور الأمومة الشريف بيخطى في الحتة دي من الستات وبعدين بعد فترة لما الست تاخد خبرة في الحياة الزوجية تقول يا ريتني حافظت على العلاقة الجميلة اللي بيني وبين جوزي عشان كده لما درسنا relationship coaching ودرسنا حاجات لي علاقة بالحياة الزوجية بطريقة احترافية كان الأمريكان يوصوا إن دايما تخطفوا نفسكم من حياة الولاد ويبقى ليكم وقت مقدس مع بعض تخرجوا فيه مع بعض بتتكلموا فيه مع بعض بعيد عن المشاكل بتتعاشوا فيه مع بعض من غير الأولاد كل ده ليه؟ لأن احنا فيه بيننا علاقة كبيرة اسمها علاقتنا وعلاقتنا دي طالع منها فروع من الفروع دي العيال فالموازنة ما بين الأمومة ودور الصديقة ده تمن مهم جدا مش سهل على فكرة بس أنت اللي هتجني ثمرة حصولك على أحسن نسخة من حبيبك جوزك